بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وارض اللهم عن سادتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغر الميامين وعن التابعين وتابع التابعين ومن سار على الطريق ونهج الدربة إلى بر الله رب العالمين أما بعد أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من البرامج التعليمية الأزهرية ننقلها لكم عبر التلفزيون المصري ونقدم شرحا وافيا لمادة الحديث الشريف أبناء وبناتي لقاؤنا اليوم مع الحديث الحادي والعشرين هيا بنا لنرى ماذا معنا في هذا الحديث الشريف الحديث الحادي والعشرون وهو يقع تحت عنوان محبة لقاء الله تعالى نص الحديث يقول عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنائي وبناتي في هذا الحديث الذي يرويه لنا سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه أو بعض زوجاته أو السامعين والحاضرين جميعا فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أي واحد بيحب آب ربنا سبحانه وتعالى فمن باب أولى أن الله عز وجل يحب لقاء هذا العبد وأكمل صلى الله عليه وسلم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمنا عائشة أو بعض أزواجه أو تعدد السؤال من الحاضرين وكأنهم فهموا اللفظة على سبيل الخطأ كلهم فهموا أن لقاء الله المقصود به هو الموت فقالت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها يا رسول الله إنا لنكره الموت هل هناك إنسان يحب الموت إن لنكره الموت فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس ذاك أي ليس الأمر كما فهمتم ليست محبة لقاء الله عز وجل معناها الوحيد الموت أو محبة الموت ثم بيّن لهم صلى الله عليه وسلم المقصود بذلك أن الإنسان المؤمن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات أدى الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه بل وزاد عليها بالنوافل التي علمه إياها رسول الله إن المؤمن إذا حضرته الوفاة يعني لحظة الاحتضار وكما نعلم وكما قال كثير من العلماء أن الإنسان يمر عليه شريط الحياة في ثوان معدودة فيبتسم أو يحزن فيبكي هنا إن كان من الصالحين هو يحب لقاء الله والله عز وجل للقائه أحب وأشد هنا أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأما الكافر والعياذ بالله إذا حضر أي لحظة الاحتضار وخروج الروح وهو الذي لم يتقرب إلى الله عز وجل بصالح من الأعمال فيرى مقعده من النار والعياذ بالله هذا العاصي هنا كره لقاء الله فكره الله عز وجل لقاءه هيا بنا أبنائي وبناتي نبين جانبا من معاني المفردات من ذلك نقول حضره الموت أي ساعة الوفاة فليس شيء أحب إليه مما أمامه أي مما يستقبله بعد الموت لأنه اطمأن على نفسه ورأى مقعده في الجنة ومكانه فيها ومنزلته أما عن المباحث العربية الموجودة معنا في هذا الحديث من أحب ما نوع من هنا أيها الأبناء من هنا شرطية وقيل إنها موصولة بمعنى الذي أي الذي أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فمن هنا شرطية وقيل إنها موصولة لقاء الله مصدر مضاف للمفعول لقاء الله مصدر مضاف للمفعول أحب الله لقاءه لفظة لقاءه مضاف له أو للفاعل ثم إذا مركزتم هنا أن لفظ الجلالة الله أظهر في قوله أحب الله لقاءه وقوله كره الله لقاءه لماذا أظهر لفظ الجلالة في هاتين الجملتين أظهر تفخيما وتعظيما وتلذذا بذكره عز وجل ولألا يتحد المبتدأ والخبر في الصورة فيتوهم عود الضمير على الموصول من وهو فاسد إذا أظهر رفظ الجلالة الله تفخيما وتعظيما وتلذذا بذكره وكذلك أيضا من النواحي النحوية لألا يتحد المبتدأ والخبر في الصورة فيتوهم الإنسان أن الضمير يعود على الموصول من وذلك فاسد في عرف أهل اللغة ولكن المؤمن بتشديد لكن ونصب المؤمن وتقرأ هكذا ولكن المؤمن وفي نسخة بالتخفيف ورفع المؤمن وتقرأ هكذا ولكن المؤمن قالت عائشة أو بعض أزواج أو هنا للشك وفي بعض الروايات الجزم بأن عائشة رضي الله عنها هي القائلة إنا لنكره الموت إذن أبنائي وبناتي أو هنا في قوله أو في جملة قالت عائشة أو بعض أزواجه هي هنا للشك وجاءت بعض الروايات تجزم بأن أمنا عائشة رضي الله عنها هي القائلة إنا لنكره الموت أما عن الشرح والبيان فيه نتحدث عن ما يلي بيان محبة العبد للقاء الله بيان محبة الله لقاء عبده ثم التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في هذا الباب أي وردت أحاديث تختلف في المعنى مع هذا الحديث في نفس الباب ونود التوفيق بين هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نبين ما يرشد إليه هذا الحديث على عجالة نبدأ بيان محبة العبد للقاء الله كيف يحب العبد لقاء الله عز وجل في ذلك قول للإمام الخطاب رضي الله تعالى عنه قال محبة اللقاء معناها عنده إثار الآخرة على الدنيا يعني حب الأخرة أكثر من حبه للدنيا ولا يحب طول القيام فيها مش عايز يعيش في الدنيا حياة طويلة لكن هو يستعد للارتحال عنها بالمقابل المدة اللي هو عيشها طول الوقت هو مستعد للارتحال عنها بذلك يكون العبد محبا لله عز وجل وفي ظل ذلك هناك عدة وجوه للقاء كما ذكرها الإمام الخطابي رضي الله تعالى عنه ما هي وجوه اللقاء كما ذكرها الإمام أولا اللقاء جاء على وجوه كثيرة منها الرؤية والبعث يقصد باللقاء الرؤية أو البعث ومنه قول الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فلقاء الله هنا المراد به البعث وكذلك قوله سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وقال ابن الأثير المراد باللقاء المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله تعالى وليس الغرض منه الموت لأن كل يكره كل الناس يكره الموت فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن أثرها ورقنا إليها كاره لقاء الله بيان محبة الله عز وجل للقاء عبده إزاي ربنا سبحانه وتعالى كيف يحب الله لقاء عبده في ذلك نقول ونذكر ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له دايما كده تلاقي ربنا يريد الخير لهذا العبد وإن عامه عليه يعطيه ويوسع عليه ويكثر له أنعامه وأفضاله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ممكن بقى هنا حد يقول حاجة فإن قلت الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء والأمر هنا بالعكس أي شرط لابد أن يكون سببا للجزاء لكن الأمر هنا جاء بالعكس كيف نرد على ذلك الجواب أن مثل ذلك يؤول بالإخبار أي من أحب لقاء الله أخبره الله بأن الله أحب لقاءه وكذلك كراهة اللقاء أي من كره لقاء الله أخبره الله بأن الله يكره لقاءه يبقى الجواب عن هذا الإشكال نقول فيه ماذا أنه يؤول بالإخبار الآن أبناء نود أن نوفق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في هذا الباب فمثلا نقول ظاهر الحديث أن المراد بلقاء الله هو الموت وليس كذلك بدليل أن لقاء الله فسر في الحديث بغير الموت فجاء في الحديث إن لنكره الموت قال ليس ذاك يبقى ظهر الحديث إن المراد بلقاء الله الموت وليس كذلك لأن لقاء الله فسر في الحديث بغير الموت والدليل قدامنا نص الحديث إِنَّا لَنَكْرَهُ وَسِيْتُ وَسِيلَهُ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ عَبَّرَ 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 عَنْهُ بِلِقَاءِ اللَّهِ لِأْنَّهُ لَا يَصِلُ لَهُ إِلَّا بِالْمَوْتِ لا يصل أحد لله عز وجل إلا بالموت يبقى الموت وسيلة إلى لقاء الله لذلك عبر عنه بلقاء الله لأنه لا يصل له إلا بالموت قال بعضهم الموت جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه الموت جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه وورد في حديث حميد عن أنس عند الإمام أحمد والنسائي والبزار ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله عز وجل فلم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءه أو فأحب لقاء الله وأحب لقاء الله تبارك وتعالى وفي رواية عند عبد الرحمن بن أبي ليلى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم قالوا إنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر بذلك أبنائي وبناتي أحب لقاء الله والله للقائه أحب طبعا عندي حديث ثاني في هذا الباب وهو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وفي حديث عائشة عن عبد بن حميد مرفوعا إذا أراد بعبد خيرا أي إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا قيض الله له ملكا قبل موته بعام يسدد ويوفق حتى يقال مات بخير ما كان علي فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين أحب لقاء الله ده جانب وإذا أراد الله بعبد شراء قيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه خلي بالكم من الفرق يبقى في الأول قيض الله قيض الله له ملكا ده إذا أراد بعبد خيرا والتاني وإذا أراد الله بعبد شراء قيض له ملك قيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه ما حكم تمني الموت ينفع حد يتمنى الموت يقول يا رب أموت يا رب أنت سيبني ليه يا رب هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس إذن ما حكم تمني الموت يدل هذا الحديث على أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمنيه سواء الإنسان تمني الموت أم لم يتمناه سيموت لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة أما عند الاحتضار والمعينة شاهد الموت بعينيه فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة ما يرشد إليه الحديث من ذلك نذكر الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه محبة لقاء الله لا تتعارض مع النهي عن تمني الموت الجزاء من جنس العمل أبناء العزاء طلاب وطالبات الشهادة الثانوية رأينا حكم تمني الموت وأن الإنسان الذي يريد الله عز وجل له الخير يقيد له قبل موته بعام ما لا كان يسدده حتى يقال مات بخير ما كان عليه وإذا أراد بالعبد شرا والعياذ بالله قيض له قبل موته بعام شيطان فيضله ويخرجه عن طريق الله سبحانه وتعالى ندعو الله عز وجل أن يوفقنا دائما لأن نكون في طاعته وبين محبته اللهم آمين الآن أبناء العزاء نسق طائفة من الأسئلة التقويمية فإلى تلك الأسئلة والسؤال الأول ما معنى حضره الموت فليس شيء أحب إليه مما أمامه حضره الموت أحسنتم أبنائي وبناتي أي ساعة الوفاة فليس شيء أحب إليه مما أمامه أي مما يستقبله بعد الموت بين إعراب ما يأتي من أحب لقاء الله لقاءه من أحب من هنا شرطية وقيل إنها موصولة لقاء الله إعرابها مصدر مضاف للمفعول لقاءه مضاف له أو للفاعل ما معنى محبة العبد لقاء الله كما قال الإمام الخطاب محبة اللقاء إثار الآخرة على الدنيا ولا يحب طول القيام فيها لكنه يستعد للارتحال عنها وما معنى محبة الله لقاء عبده هي إرادة الخير له وإن عامه عليه فإن قلت الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء والأمر هنا بالعبكس فالجواب أن مثله يؤول بالإخبار أي من أحب لقاء الله أخبره الله بأن الله أحب لقاءه وكذلك يقال في كراهة اللقاء كيف توفق بين الأحاديث الواردة في محبة لقاء الله وكراهية التمني الموت نقول ظاهر الحديث أن المراد بلقاء الله الموت الموت وليس كذلك لأن لقاء الله فسر في الحديث لغير الموت ففيه قوله إن لنكره الموت قال ليس ذلك ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى والموت والموت دون لقاء الله لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله لأنه لا يصل له إلا بالموت سؤال المهم ما حكم تمني الموت يدل هذا الحديث على أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمنيه لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة أما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة أذكر أهم ما يرشد إليه هذا الحديث أحسنتم أبنائي وبناتي منه قلنا الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه محبة لقاء الله لا تتعارض مع النهي عن تمني الموت وكذلك ذكرنا أن الجزاء من جنس العمل أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية دائما وأبدا الجزاء من جنس العمل فمن أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه فهل لا استوعبنا الدرس وهل لا أحببنا لقاء الله بقلوبنا وبسائر أعمالنا التي نتقرب فيها إلى ربنا وليس معناه في الظاهر تمني الموت بل نفاه الحديث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك وهل تعلمنا مدى حب الله عز وجل للعبد الذي يريد له الخير والتوفيق في الدنيا قبل موته بعام سنة كاملة يقيد الله له ملكا يسدده إلى الخير يأخذ بيديه إلى الصواب أما والعياذ بالله لو أراد له الشر قيض له شيطانا أضله أزاله عن طريق الهداية أخذه إلى طريق الغواية فاللهم اجعلنا وإياكم والسامعين والحاضرين وسائر المؤمنين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إلهنا أبناء وبناتي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه بشرحنا لحديثنا وبيان معاني مفرداته ومظاهره اللغوية وبيان وشرح أبرز النقاط فيه والتوفيقه فيه بين الأحاديث الواردة وبينه في هذا الباب ومرجحين ومبينين إلى أنه يحمل على التأويل أسأل الله لكم دائما وأبدا السدادة والتوفيق على أمل ووعد بلقاء يتجدد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته